تحقيقا للتوجيهات المستمرة من الدورة الخامسة عشر من جائزة ستيف العالمية وأعلنت المنظمة العالمية ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية فوز وزارة شؤون الشباب والرياضة بخمس جوائز عالمية في مجال تقنية المعلومات والتسويق والترويج بالإضافة إلى جائزة في الموارد البشرية وذلك نتيجة العمل المتقن والأسراتيجية المؤسسية التي تتبعها الوزارة في مختلف قطاعاتها ويعد ذلك إنجازا نوعيا جديدا يسجل باسم مملكة البحرين حيث تعتبر هذه الجوائز من أرفع الجوائز الدولية في مجال الإبداع والتمييز المؤسسي والأعمال الدولية وتنافس عليها نحو أربعة آلاف مرشحا من المؤسسات والأفراد والأعمال المتميزة والمبدعة تمثل أكثر من ستين دولة من مختلف أنحاء العالم ترجمة نانسي قنقر